السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درج جديد من دور السليم البرنامج الهندسية هذا الدرس سيكون بعنوان طريقة إخفاء وإظهار الأصفار قبل وبعد الفاصلة في الأبعاد وهذا على برنامج أوتوك لدينا هنا أربع حالات أبدأ بالحالة الافتراضية لبرنامج أوتوكات وهي إظهار الأصفار قبل وبعد الفاصلة جاني هذه في الحالة الافتراضية ستظهر بشكل أوتوماتيك سأقوم بتطبيق الأبعاد على هذه الخطة المساقمة سأقوم بعمل Quick Dimension اختصارها QDIM أضغط Enter وأختار هذه الأبعاد Enter وأقوم بسحبها إلى هنا ستلاحظون أن تم إظهار الأصفار هنا قبل وبعد الفاصلة هنا كذلك قبل وبعد الفاصلة هنا كذلك قبل الفاصلة وهنا قبل الفاصلة جميل الآن ننتقل إلى الخيار الثاني وهو إخفاء الأصفار قبل الفاصلة يعني الأصفار التي لا أريد أن أقوم بإظهارها أأتي إلى هنا وأقوم بإدخال الأمر التالي DIMZIN أضغط Enter وأقوم بإعطائه القيمة ثمانية أضغط Enter بعد ذلك أقوم بعمل Quick Dimension QD Enter وأختار هذه الأبعاد Enter وأقوم بسحبها إلى هنا لاحظوا تم حسف الأصفار قبل الفاصلة هنا كذلك هنا كذلك وهنا كذلك لاحظوا في الأول كانت تظهر هنا أما هنا لا تظهر جميل ننتقل إلى الطريقة الثالثة أو الخاصية الثالثة وهو إخفاء الأصفار بعد الفاصلة نفشي أذهب إلى شريط الأوامر DIMZIN Enter في هذه المرة أقوم بإدخال القيمة 4 أضغط Enter الآن Quick Dimension Enter أختار جميع هذه القطع المستقيمة Enter وأقوم بسحبها إلى هنا لاحظوا تم حسف الأصفار بعد الفاصلة هنا كذلك بعد الفاصلة سأقوم بمقارنتها في الأعلى هنا تظهر في بعد الفاصلة لكن هنا لا تظهر بعد الفاصلة جميل ننتقل إلى الخاصية الرابعة وهي إخفاء الأصفار قبل وبعد الفاصلة أأتي إلى هنا أذهب إلى شريط الأوامر DIMZIN Enter في هذه المرة أقوم بإدخال القيمة 12 أضغط Enter الآن لاحظوا معي أذهب إلى شريط الأوامر QD Dimension أختار هذه القطع المستقيمة Enter وأقوم بسحبها إلى هنا لاحظوا تم حسف الأصفار قبل وبعد الفاصلة هنا كذلك قبل وبعد الفاصلة هنا قبل الفاصلة لأنه لا يوجد بعد الفاصلة وهنا قبل الفاصلة لأنه لا يوجد بعد الفاصلة جميل لو تراحضون أنه تم عمل هذه الخصائص بشكل مستقل يعني الحالة الأولى الثانية الثالثة والرابعة لكن أنا على سبيل المثال لو أريد أن أقوم بجعل هذه الخصائص في شكل Style 1 فكيف أقوم بذلك؟ أقوم بحذف هذه العناصر لأنني لا أحتاجها أأتي إلى شريط الأوامر وأقوم بإدخال أمر D ستراحضون لدينا هنا Style Override لأننا قمنا بالعمل على System Vrib لذلك أنا أأتي إلى هذا الخيار وأقوم بجعله ك Current Style كليك يمين Set Current أوكي ستراحضون تم إخفاء ال Override أأتي إلى Sunder وأقوم بالتعديل عليه Modify Lines من هنا مثلا أعطيه اللون أخضر أقوم بحذف هذه ال Extension Lines أو أقوم بتركها بعد ذلك أأتي إلى هذا الخيار وأعطيه اللون أخضر يعني Extension Lines من هنا أقوم بعمل Fixed Length مثلا من هنا أعطيه الخيمة 0.1 ومن هنا 0.1 بعد ذلك أأتي إلى Symbols من هنا أعطيه Oblique أأتي إلى Text وأعطيه اللون الأخضر Feed أقوم بإعطائه سلم معين مثلا 0.5 ثم Primary Units من هنا أعطيه رقمين وراء الفاصلة أوكي Close لكن لو تلاحظون لم يحدث أي لذلك أنا سأختار جميع هذه الأبعاد كليك يمين Select Similar كليك يمين وذهب إلى Properties بعد ذلك أأتي إلى هذا الخيار من هنا Dimension Style ستلاحظون أنها موجودة في الخيار ISO 25 أن أضغط هنا وأقوم بوضعها في Standard الذي قمت بضبطه الآن جميع الآن لاحظون عندما أقوم بتغيير هذه القيم أذهب إلى Day أو قبل ذلك على سبيل المثال وأريد أن أقوم بحث جميع الأصفار على جميع هذه الأبعاد الموجودة قبل الفاصلة Day يعني Dimension Style Enter لاحظوا هو عبارة عن Set Current أو Current Style أأتي إلى Modify ومن Primary Units أقوم بالتعليم على Trailing أقوم بالتعليم عليها OK كلام لاحظوا تم حث جميع القيم والأصفار الموجودة قبل الفاصلة على جميع الأبعاد هنا كذلك وهنا كذلك هنا كذلك يعني عكس الحالة الأولى التي تم عمل كل Style على حدة يعني تم عملهم على شكل Override جميع Day Enter Modify أقوم بإلغاء هذه الخاصية حتى أقوم بإرجاع الأصفار OK Close لاحظوا تم إرجاع جميع الأصفار قبل الفاصل Day Enter الآن أقوم بإخفاء الأصفار بعد الفاصل Modify هذه المرة أقوم بالتعليم على Leading OK Close لاحظوا تم حث الأصفار بعد الفاصل هنا كذلك هنا كذلك وهنا كذلك Day Enter Modify الآن أريد أن أقوم بإخفاء الأصفار قبل وبعد الفاصل أترك التعليم على Leading وأقوم بالتعليم على Trilling OK Close لاحظوا تم إخفاء الأصفار قبل وبعد الفاصل هنا كذلك قبل وبعد الفاصل هنا كذلك قبل وبعد الفاصل Day Enter Standard Subtitle يمكن أيضًا تقبيق هذه العملية على Angular Dimension نختار عدد الأقام وراء الفاصلة وإذا أردنا أن نقوم بإخفاء الأقام قبل الفاصل نقوم بالتعليم على Leading أما بعد الفاصل نقوم بالتعليم على Trilling جميل سأقوم بإرجاع هذه الأصفار إذا أقوم بإلغاء هذين الخاصيتين لاحظوا تم إظهار جميع الأصفار قبل وبعد الفاصل باختصار هذا الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته